طيب كابتن أسامة نفسي السؤال اللي ناقص في المصري عشان يبقى فريق قادر يكسب بطولات قادر ينافس خاصة لطي الإمكانيات المادية موجودة الإدارة المستقرة موجودة الجهاز الفني الكبير موجود العناصر الجيدة موجودة اللي ناقص بص النقص المصري طبعا بيقدر بشكل كويس جدا في النواحي الهجومية عشان بس نكون بالتفقيل لما عنده مشكلة كبيرة ودي بتواجه أي تيم مهما بتكون عندك عناصر جيدة تخسر أي مباراة أو يعني أما بيبقى الحظ معاك تطلع بالنتيجة في البلاس التسعين أن أنت تتعادل زي اللي حصل في نتيجة المباراة النهاردة التنظيم الدفاع للنادي المصري في مشكلة كبيرة جدا عما تيجي تبص وتتفرج على الهدفين اللي يقوم في النادي المصري اللي اتنين من قرات سبت من كم فرصة من ثلاث فرص عما يبقى فيه ثلاث فرص في المباراة من قرات سبت وبعدين ييجي في النادي المصري هدفين منهم يبقى هنا فيه خلل في التنظيم الدفاعي لازم كابتن علي ماهر يقف يحسب اللعبة دي كويس هل هو بيخليهم بيشتغلوا زون ولا بيشتغلوا أمان بيشتغلوا على أنها أساس في الكرات السابتة تنظيمهم الدفاعي بيبقى شكله إيه لازم يعيدوا حساباتهم في النواحي الدفاعية بشكل كبير جدا الكابتن عمر اتكلم في نقطة مهمة جدا أن طريقة اللعب ممكن ما بيكونش بتناسب اللعبة وارد جدا أنا مش شرط أن أنا أكون بيشتغل بطريقة لعب معينة كمدرب كابتن علي أن أنا أفضل مصر عليها لا أنا بشوف إمكانيات اللعبة بتاعتي إيه وأقدر أوظفها بأنهي شكل هي التوظيف بالشكل ده يديني طريقة اللعب اللي أنا محتاجها قدرات اللعبة فما ينفعش أن أنا أغامر بنادي كبير زي نادي المصري ما أقدرش أن أنا نادي متوفر لكل إمكانيات المتاحة أن أنا عايز طول الوقت جمهور نادي المصري ما بيقبلش غير المكسب المكسب مع الأداء عنده لعبة كويسة عنده جمهور هايل وعظيم جمهور نادي المصري عنده قدارة موفرة لإمكانيات أنا في الآخر مستني نتيجة تكون أفضل من كده لجمهور نادي المصري كابتن علي بيشتغل بشكل كويس جدا بيقدر بشكل كويس جدا بس لو رجع للحتة التنظيمية وبالأخص في التنظيم الدفاعي اللي مسببه له مشاكل كبيرة جدا في الأهداف يعني لو بصيت للمعظم مباريات النادي المصري من بداية الدوري حتى كسر ربطة كل المتشاطة تتلعبت بيخش في النادي المصري أهداف أنت بتجيب أهداف بس بيخش فيك أهداف سيستم اتغير في فكري كرة القدم المنتخب أو الفرقة أو النادي اللي بتعرف تدافع يعني شوف أنا أجيبها لك بالتدريج من المنتخبات للفرقة لأن ده كل اللي بيعرف يدافع بشكل كويس بيعرف ياخد نتيجة كويسة ويقدر يكسب كويس ده اللي ينقص النادي المصري في الفترة الحالية إنما هم معهم مدرب كويس جدا كابتن علي ماهر من أفضل مدربين الموجودين في الكرة المصرية عندهم كل القدرات والإمكانيات اللي تخلي النادي المصري وكابتن علي ماهر ينجح إنما في الآخر الحصاد مش أفضل حاجة